نارية أبراج نارية عم بتكون في عندك أمال عم تتجدد أو أماني عم تتحقق على مستوى الشغل خاصة الناس اللي عم بيستنوا فرصة عمل في كتير أمال عم بتلوح بالأفق في بشاير خير في هذا الموضوع لكن اللي عم بيشتغلوا عم بتعرضوا لشوية اضطهاد من أشخاص لكن هادول الأشخاص مش مسؤولين مش اللي هم بمرتبة عالي فما بيأثروا عليك خلال العمل لكن فما تفكر فيهم ما رح يطلع في إيدهم شي للناس اللي بدرسوا عم بشوفك أول شي عندك بفترة الماضية كان اللي هو حامل كل الهموم كتير بالنسبة للدراسة وكلمك يعني مهموم كتير من هذا الجانب يمكن افشلت في موضوع دراسي وعم بتحاول انك تلحق حالك بس عم بشوفك متوازن وعم تدرس منيح بشهر كنو انت حققت شي خلوك وعلى فكرة في في يعني بشرة بتترافق هاي الموضوع في تنتين شوحدة في تنين اللي هما هدايا أو خبرين أو شغلات حلوة مع الاحتفال مع النهاية نهاية الدراسة عفوا بنشوف إذا في ممكن يكون سفر لبرج القوس برج القوس أساسا في بعضكم مسافر حاليا مش في وطنه شوف عم بشوف سعادة في البلد اللي انت فيها حاليا مش في المكان اللي انت حابب تسافر عليه للبعض اللي حابين يسافروا أو ينتقلوا على مكان بقولهم مش هذا الوقت المناسب لحتى تتحقق هاي الأمنية لسه في طريق رح يمشوا ولكن عم بشوف سعادة في المكان اللي انتو فيه رح تتحقق رزقه أو فما كتير يعني تفكروا بالسفر ممكن الخير ما يكون في السفر ممكن تجيكم الرزقه لحد ديت عندكم فيه أمل جديد في المنطقة اللي انتو فيها أو المكان اللي انت فيه عم بشوفك بتنتظر السفر لكن ما فيه يعني شي مبين انه فيه سفر في هاي الفترة لكن فيه سعادة كبيرة على أكتر من صعيد عم بتنسيك موضوع السفر كله على بعضه فخلينا نشوف القراءات العاطفية بالنسبة لبرج القوس أول شي تبلش بالعزاب إسا فيه شي جديد فيه بداية جديدة لكن فيه 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 شخص فيه شخص جديد ممكن تكون تعرفت عليه أساسا هاي الأشهر فيه شخص جديد ممكن يكون شريكك أو توقم الروح صادق ممكن يكون أسمر هذا الشخص لبسه شوي مختلف عن المحيط يعني عم بلبس بطريقة كتير بهتم بالفاشن أو هيك شغلة عم بيكون هذا الشخص شخص شوي مكافح عم يتعب في جمع المال لحتى يرتبط بس فيه فيه ارتباط ممكن يكون في هذا الشهر وكأنه يعني الأمور ممكن تمشي كتير بسرعة الأبراج ممكن تكون مائية نارية ترابية لكن الأكتر الطاقي هي نارية هذا الشخص ممكن يكون ناري على الأكتر أو ممكن يكون ناري أو مائي على الأكتر خلينا نشوف نيتو شوف هو عم يتطلع لك بطريقة أنه أنت أفضل منه أنت بمرتبة أحسن منه أنت على مستوى اجتماعي يمكن أكتر منه أو ثقافيا أنت أفضل منه في هاي العلاقة الجديدة فهذا الخوف موجود عنده خوف من الرفض فهذا الإشي اللي مخليه يأجل الموضوع مبين عندي فيه تأجيل لكن رح يكون فيه اللي هي بداية أنه يحسسك أنه هو موجود أو أنه هو الاهتمام موضوع الاهتمام رح يبلش بأنه يهتم فيك في شهر تموس لكن ما حيبادر لأنه شخص متردد أو عنده عزة نفس كبيرة ما بيرضى أنه ينرفض فممكن يكون هذا الشخص بيشعر هاي المشاعر وهو على فكرة شخص طالع من علاقة حديثا سببت له نوع من يمكن أنه تعلم درس ممكن هذا الإشي يخليه كمان متردد لكن أنا شايفها علاقة مثمرة علاقة مثمرة إذا كانت في شهر تموس وإذا كانت البرج زي ما قلنا الأبراج اللي حكيناها التعاط اللي حكيناها هذا بالنسبة للعزة شوف المتزوجين للمتزوجين في مشاكل في شغلات مش عارفة إذا في طلاق إذا في حمل إذا للمتزوجين الأمور حلوة ما في مشاكل ما في مناغصات في بالعكس اللي هو اتفاق بشكل حلو ما في علاقات ثلاثية أو عم تختفي يعني مش مبينة أبدا في الورق طاقتها في شهر تموس وكأنها لو كانت موجودة رح تختفي هاي العلاقة إذا ما في علاقات ثلاثية للي خايفين في أيضا للمتزوجين قرار رح يتخذ إما حول مسكن شايف في حمل ممكن يكون للناس اللي يعني مستنين حمل في العائلة في حمل بنسبة مثلا ثمانين بالمية ممكن يكون ممكن حتى مثلا تفكروا بالرفاهيات يعني رح يكون في رفاهية بشهر سبعة وكأنه رح يدخل مبلغ تنفقه منه مش عارفة بس في نوع من الترف في العلاقة أو ممكن يكون معناه إنه إغداق بالمشاعر يعني مشاعر كتير عم تكون قوية في شهر تموز الشريك عم بيكون مهتم فينا أكتر من السابق وعم بيخطط لقدام وانتي لا الحمد الله يعني الوراء كتير حلو من كل النواحي بالنسبة للمتزوجين نشوف المرتبطين اللي مش منفصلين ولا متزوجين اللي على العلاقة نشوف نية الشريك مثلا والعلاقة رايحة لوين لبرج القوس برج القوس عم تستنى مال أو الشريك عم يستنى مال نيتو مش مية بالمية رايحة للموضوع الجدي وللارتباط لكن مستقبلا ممكن يفكر لانه مبين انه المادة عنده راح تلعب دور بس مبين انه في راح يكون في توافق كتير كبير بينك وبينه وكن العلاقة عم تتطور بناتكم عم تتحول اما من صداقة لحب او من حب لخطبة وزواج في كروت حلوة بيّنت لكن عند البعض في نوع من المقارنة عم بتقارن انت او هو عم بفي في نوع من المقارنة بيقارنك بشخص اخر او بحاول انه يختار بناتهم هذا الشخص الاخر ممكن الاهل بدهم اياه اهله هو الشريك وممكن القراءة تكون عكسية علاقة ثلاثية اللي هي مبينة وكذا وهذا مش موجودة اه لكن في في شخص مش حاب لكم اه الخير اه عم بظهر لكل شوي بالاوراق لكن طاقته ما عم بتكون قوية لذلك ما اه ذكرته هذا كل شي بالنسبة للمرتبطين نشوف للمطلقين والمنفصلين من برج القوس برج القوس عم تتعامل اكتر اشي مع ناري ومائي اه ممكن برج الطور جوزاء ممكن اه المنفصلين الحبيب عم بفكر بطريقة غريبة يعني بتحسه عم بخبس عم بخبس كتير في حياته في اغلاط كتير عم بتكون عنده عم ياخد قرارات غلط في هاي الفترة عم يكون متخبط من غيرك في عنده حنين للعلاقة اه بناتكو واكنه يعني حابب انه يرجع لكن في اشي عم بسبب البعد عم بسبب عدم الرجوع لحد الان شوف ايسا فيه علاقة سلاسية ممكن يكون فيه علاقة سلاسية على فكرة وفي عنده اه مشاكل صراعات مع ناس ممكن بعمله ممكن بعلاقاته العاطفية اه فيه شخص ثالث ممكن يكون فيه اه الموضوع هذا الشخص عم بدور شوي على المصلحة عم بيكون تفكيره منطق كتير ويعني ما عنده كتير عواطف يشتغل عليها لكن اه عم بجتاء وعم بغار فيه علاقة سلاسية في الموضوع عم يحكم على طرف اخر ممكن هذا الطرف ما يكون يعني اللي هو خيانة مش خيانة يعني ما يكون طرف اللي هي علاقة سلاسية ممكن تكون اه علاقة اللي هي طرف من الاهل طرف كذا يعني اي طرف ممكن يكون اه بيأثر على الشريك في عدم اه الرجوع هذا كل شي يبين للمنفصلين خلينا نشوف اذا فيه رجوع بشهر سبعة رح يكون مستمر الانتظار حبيبي اه لكن فيه فرصة فيه منتصف الشهر اذا ما كانت فيه منتصف الشهر ما ضبطت ممكن في نهاية الشهر انه يكون فيه بوادر اه رجوع عم تسمع حكي اه عم توصلك اه مساجات مثلا اه اتصالات ممكن منه اه 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 لكن عم بتحجج فيه امور يعني اللي هي اه بس انه بديو يحكي معاك ففيه بوادر خير فيه لكن رجوع اه يعني مش بنسبة كبيرة ممكن سبعين اه بالمية لكن فيه رجوع اه بيناتكم اه ها هو حابب يترك اللي هو فيه ويرجعلك اه يمكن ما لقى الراحة في البعد وعم بيحاول اه الرجوع اه وعلى فكرة رح يتعب كتير عبين ما يستعيد ثقتك اه فيه لانه انت في مرحلة من المراحل خلاص فقط الثقة اه اه فيه وكشفت عنده اه اه امور وصلتك اه اه اخبار اه اللي هي غيرت نظرتك اه 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 وتحولت من مشاعر حب قوية لاللي هو اقل من هيك بكتير نزل من عينك اه اه عم بتفكر بافكار يعني سوداوية نحو اه اه لكن هو عم بيفكر بالرجوع فانت حر في الرجوع لهذا اه الشخص او يعني الموضوع برجعلك انت طبعا هاي العلاقة هاي القراءة عم بتكون اه عامة ما عم تبقى عام تنطبق على الكل فحبيباتي يعني اللي متزوجين واللي على العلاقة عقاء علاقات عم بغربط في الحكي اه اه اسفة اه اللي على اه علاقة وثيقة مع الحبيب اه وحكيت انه في علاقة ثلاثية اه برجع احكي ممكن هاي العلاقة ما تكون ثلاثية مش خيانة ولكن ممكن اه يكون طرف ثالث عم بتسبب في اه الوعد وفي المشاكل بينك اه وبين الحبيب خلينا نشوف ازا فيه نصيحة بقدم لنا اياها الورق او الطابق الطاقة الكونية او الكون اه لالنا نصيحة احنا محتاجينها في هذا الوقت لبرج القوس برج القوس الطاقة الكونية بتحكي لك اغير من توجهك اغير من توجهك من طريقة تعاطيك مع اه الامور اه القوس عادة هو كتير اه يعني مرن وانسان قوي في اتخاذ القرارات بيتخذ القرار وبيمشي فيه للاخر اه فهاي شغلة حلوة اه فيه ولكن بيحكي لك هاي الفترة بدك تغير توجهك او تغير من نوع الاشخاص اللي انت عم تحتك فيهم لانه عم بيسببولك اه نوع من الاحباط بحكي لك كون حذر من الشريك من ناحية الشريك ممكن يعني تسمع شغلة ما تطمك عن اه الشريك طبعا عم بحكي عن اه المتزوجين والمرتبطين ايش عن المنفصلين اه اه احذر من من خيبة امل من كذا يعني تغدى فيه قبل ما يتعش فيك وعم بشوفك يعني عم بيبشرك بالانتصار على اكتر اه من صعيد فيه فرحة اه اه اذا كنتي بنت ممكن تكون قعدة ستات هيك حلوة هذا الشهر اه 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 ام تنموا على ناس انها ميمة كترانة عندك اه برج القوس هذا الشهر ولكنها ميمة حلوة اللي هي يعني تسلاي مش اه لا كره ولا اه بغض ولا اه يعني عم تكون حلوة اعداد حلوة عم تستمتع اه فيها حبيبي برج اه القوس اذا هاي هي كانت اه اه النصيحة لبرج القوس لشهر اه اه تموت اه اه فبتمنى لكم كل خير هذا الشهر